الحلقة الجديدة النهاردة من نجيب زاهي زرقش. الحلقة الرقم تمانية وعشرين. يلا بينا. بتبدأ احتاس الحلقة ان زريف بيؤمر الخدمين ان هم يلموا كل الحاجة اللي كانوا حطانها على سطوح مسعد. وبيدخل نجيب بيه وبيتكلم مع مسعد. وبيطلب منه ان هو يرجع معاها الاسر. ويدي له فرصة لان هو ابنه. لكن هو بيطلب منه ان هو يسيبه على راحته. ولما يحس ان هو قادر هيجي لوحده. واتفقوا على كده. وطلب نجيب ان هو يحضن مسعد ومسعد وافق. وحضنه بالفعل. نجيب قال له انا هسيبك براحتك. وهتمنى انك انت ترجع الاسر الوقت اللي انت حاسس ان انت حابب تيجي. انا هستناك. ورجع نجيب وكل الخدمين بتوع للاسر مرة تانية. نجيب كان زعلان جدا جدا لان مسعد مرضوش يجي. بس هو قال ان هو عنده حق. انا قعدت معاه ثلاثة يام. دهري تقسم. تخيل بقى هو اللي عايش عمره كله في القضة دي. يعمل ايه? وانلاقي ساعده مش لاقي مكان يقعد فيه. راح قهوة واتفق مع صاحبها ان هو هيباد فيها. وجه يشرب الشاي باللبن. جي واحد فقير واعمى مش بيشوف طلب ان هو ياخد يشربها وادهاله. ودعاله دعوتين حلوين. ودخل مكان القهوة وتقفل عليه عشان ينام لغاية الصبح. ونرجع تانية لمسعد مرة تانية. وكان في حوار بينه وبين نانسي. وبتقوله ان هي بتحبه حتى لو هتعيش معاه في القضة دي. وبتطلب منه ان يدي فرصة نجيب. ويحس بحبه وحنانه. وان هو دلوقتي في امثل حاجة ليه كابن. لان هو بقى راجل كبير في السن. محتاج وجود مسعد في حياته. قالت له هو قد ايه نجيب طيب. ومحتاجه. كن طيب معاه وروح يش معاه. ودي له فرصة. بعد ما مش يتقعد يكمل كتابة القصة بتاعته. ونرجع مرة تانية لسعد. وهو بيكلم آآ صاحبته آآ كيتي. وبيحكي لها على الاصر وجماله. وهو مش لاقي مكان يروح فيه. راح لنجيب به. وقعد وكلم معاه. وهو بيتكلم حكاله عن ظروفه وان ما بقاش معاه مكان يباد فيه وما بقاش معاه فلوس ولا شغل. فنجيب اقترح عليه ان هو يعيش معاه في الاصر. في الاول رفض وقعد يضحك وبعدين بعد كده وافق. وامر طريف ان هو يطلع يجيب الشنطة الهدوم بتاعته من بره. لانه كان سايبها عند البواب. ونلاقي ان نانسي قعدة مع مسعد في القهوة. وكانوا ما زالوا بيتكلموا عن الحب لما بينه. لكن هو بعنجهية جديدة جدا قال لها مين قال لك ان انا بحبك اساسا. وطبعا نجيب ما زال بيتابع اخبار مسعد ابنه. وطريف قال له ان هو ما بقاش لاقي شغل. وما بقاش بيروح الشركة. فنجيب قال له ان هو لازم يلاقي شغل عشان يقدر يصرف عن نفسه. وبعت له صاحبه الشاعر اللي معاه. وقال له ان فيه شغلانة حلوة جدا. ان هو يدي لغة عربية لخمسة من الاطفال. وهياخد في الاسبوع الف جنيه. يعني في الشهر اربع تلاف جنيه. مسعد وافق وقال له دي فكرة حلوة جدا. حاجة كويسة لان انا فعلا مش لاقي فلوس. وكان الاقتراح ده كان من طريف ونجيب به. ونزل صاحب مسعد تحت وخد فلوس مقابل كده. وابتدى مسعد فعلا يدي الدرس للخمس اطفال. لكن ده ان هو بخياله الشاعري بعد المنهج الاساسي. وابتدى يعلم الاطفال الشاعر الحقيقي اللي هو تعلمه وبيحبه. ونجيب كان بيتكلم معه طريف ان هو عاوز يساعد سعد. وهيجب له منتج كبير. وفعلا جاب المنتج واتفق على ان يتعامل الفيلم. ويجي لساعده اجرى على الفيلم ده مليون جنيه. واتفقوا على كده. رغم ان كان المنتج مش موافق قوي. اما بقى صابر بوفيه. راح عند شغين هانم البيت. عشان ابنها مقنس وبنته نوها راحوا عاشوا معها في الفيلا لانها حامل. وهي مصممة ان نوها تروح تعمل صنار عشان يشوفوا نوع الجنين. لكن نوها كان بتتعامل معها بعنجهية وبتقف معها وقالت لها مش هروح. وهنا نلاقي ان طريف بيراجع مع سعد المشهد التمثيلي اللي هيروح يمثله. وكمان مسعد وهو بيدي الدرس وبيسمع للولاد يعني ايه شعر? باباهم سمعوا. وراح قال له انا مش عاوزك تاني وكرشو. نجيبه هو قاعد بيراجع شغله. لقى طريف جاي بيقول له ان فيه حد عاوزك بره. وده كان سعيد. رجع وبيقول ان يجيب به ان هو نجح جدا في الشغل اللي كان بيشتغله. والاتفاق اللي ما بينهم ان هو يرجع المليون جنيه. وقال له المليون جنيه اهي. فهو رفض وقال له لأ انا هشتغل معيك وهبقى الشريك معيك. وقعد معي في الاسر هنا كأنك بالضبط مأجر قوضة. ونادى طريف وطلب منه يأجر يوضب له القوضة. بعد كده طريف كان متضايق جدا وشرب آآ خمرة كتير. وجاب الليل وجاب عصير وقعد مع نجيب به. طريف قعد يتكلم ويهلفط في الكلام. ان هو عايش القصر هنا من اول ما تولد لغاية ما كبر. والمفروض ان هو يبقى ليه حق في القصر. نجيب قال له انت عاوز تورسني. زهل لشوية قال له خلاص انا مش زعلان منك. وطلع طريف هو متضايق. وقعد يقول هو انا مش هاخد القصر. وكمان مش هتجاوز شيرين. انا مش موافق. وخلصت الحلقة على كده. استناكوا الحلقة الجاية. باي.